مرحباً جميعاً مرحباً مرحباً كيف تفعلون اليوم؟ اليوم سأتكون هناك فيديو جديد كما أحبتكم هذا هو المطلوب أو المطلوب من المطلوب هذا هو رابع رح يكون رابع نموذج بالنسبة للامتحانات المقترحة يعني الامتحانات الفيديوات التي كنت أدرها تتعلم على الامتحانات المقترحة لجاهد التعليم المتوسط أحبتكم اليوم المقطع الأول سيكون عبارة عن تجمحل 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 الكل معروف معلم عالمي معروف عبارة عن مقام تاريخي معروف في الهند يعني يعرفه في كلام العالم تجمحل 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 بعد تجمحل 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 للمعلم في مكان آخر تجمح القوائم تجمحل تجمحل تجمحلا تجمحة 346 متر is long long هي الاجكتف يعني هي اللي رح نقارن فيها هذا زوج معال ولا هذو زوج أشياء نايل ريفر زوج أنهار نايل ريفر نهر النيد في حوالي 6,650 كيلومتر يعني شوفوا هذا شعل هذا كيلومتر يعني شوفوا هذا حل أطول من هذا علوغمرا همش كيف كيف وش نقولو نديرو comparative of inferiority يعني عدم التساوي وش نديرو is not كيكونوا ما همش متساويين نقولو is not دايما الnot هي اللي تبيننا بلي ما همش متساويين is not as long as لو كان جهنايا الطول التاع هذا كيف كيف كيما هذا نقولو as long as ولكن كي جوا مختلفين المشي نفس الطول نقولو not as long as Nile River وأي comparative يمدوها لكم تاع inferiority ولا equality دروها بهذا الشكل task 2 turn the sentences into the passive form هذه الجملة راح يفي الاكتيف فورم اللي هي في المبني المعلوم احنا راح نحولوها وبدلوها الباسيف فورم اللي هي المبني المجهول مبني المجهول دايما نبدأو بالobject اللي هو المفعول به ولي هو اللي هو اللي يرجح هو اللي هو في الجملة يعني الجابر was invented was invented يعني خطوريات by الخوارزمي بواسطة ولا من طرف الخوارزمي هذا البرب توبي هذا البرب توبي بتاعنا في الباسط was ولا where was إذا كان يعني إذا كان singular where لكان plural لعني إذا كان الإسم التاعي اللي هنا هي plural مثلا muslims مثلا يعني أي شيء نزيدوا للفعل بتاعنا invented وإلا كان irregular يقول في الباسط participle ونزيدوا by by هذي أهم حاجة لأنه هذي اللي تبيننا بكي تلقاو في الجملة بتعرفوه اللي راهي في the passive voice الخوارزمي أنا حبث برد نقولكم اللي ما هوش فهم هذا الدرس راني شرحات ومليح في القناة شوفوه اسمه the passive and the active voice يعني الباب بنين المعنوم ما بنين مجهود فبوز the verbs between brackets in the correct form عنا هنا كلمات عنا هنا verb عنا verb هذا هذا verb بتاعنا هذه الجملة بتاعنا راهي في passive voice برك حنا رايحين هذا البرب بتاعنا اللي نشوفوه فيه رايحين نصرفوه في the passive voice claim scholars association was يعني جمعية العلماء المسلمين was founded was founded يعني اسيست by ابن بديس عن ابراهيمي in 1931 هذه was founded يعني الverb بتاعنا هنا راهو في passive form بس كيف كيف نقات to be ونزيد لها past participle هذي رايح في past participle هنا نعرف الجملة تعي و الجملة تعي فيها by اللغة الجملة تعي بين بلي رايح في passive form task three find in the text two words that have the following diphtong عندنا نبدو لهم two words we pick it from the text نحن نتبوهم text نحن نقول قادر يكون هذا task يكون بصيغتين يقدر يكون find in the text متو ما تلقاوا الكلمات وتحطوهم في table ولا كما يمضلكم هكا ولا يعطوكم كلمات ويقولوكم صنفوهم classification يعني according to the instruction على حساب التعليمات التعليم so I have here for example a famous famous نسمع a famous نروح ونجيبو كلمات بزيف ولكن نحن نضغر واحدة منهم hi hi تعبر لي i وانتم ما تقيسوا على هذو زوج كلمات وتقدروا تجبدو وش تقدروا من text so we go now to situation of integration situation of integration an Italian friend wants to know about the famous monument in Algeria يعني عندك صديق إيطالي و روح بيعرف على المعلم المشهور في الجزائر المعلمات تجيبوهم منعاتكم ولكن لم يكن تحضروا المعلمات قالوا وش تديروا ثوما تكتبوا ال paragraph تكتبوا descriptive paragraph الوصفي تعبير الوصفي ستكتبوه على حساب ما يمدوكم المعلمات التي يمدوهم لكم as a fact file وضعية يعني يعني هذا الإجابة كان هي جماعية الكامل التي سقت وني هذا السؤال نسبة لهذا المارتلز ميموريال منيشة سنعود لكم الوضعية التي هنا لأن الوضعية دارتها شعر المرة شاهدوا في هذا الفيديو في الوضعية كذلك في هذا الفيديو وتعال نموذج المقترح كذلك عاود نفس الوضعية يعني يعني لان دارتها شعر المرة في القناة قالوا منيشة رحان عاودها بارك لكم حابين تعرفوا كيف تكتبو الوضعية على اي مقام ولا على اي معلم يجيكم بشي شرط مقام شهيد بيك بان تجماح لأي أي معلمة يجيكم رحوا لها الفيديو رو في كل شي يعني بالتفصيل كيف تكتبو الوضعين so this is our video for today this is if you have any question if you have any tessاؤل let leave comments see you in the next video و نتلقى ان شاء الله في نموذج آخر goodbye